السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد نشارك معكم في واحد لاصوس اللي كتجي رائع والديدة بالنسبة لهذا لاصوس ستحتاجوا فيها لطومات سوغيز اللي كنت انا خللت من قبل اللي بغى الفيديو تخليل ديالها سيلقاهم في الخر ديال فيديو او ليدخل القناة ديالي رغى يلقى الفيديو اللي فيه تخليل ديال الخضر و رغى تلقاوه هاد طومات سوغيز في الخر ديال فيديو اول حاجة سنصب اللي طومات كيف محليز اليهم انا را تقريبا كانوا تقريبا عشري يام في هاد القرعة 8 يام تلعشري يام وطاب تضغيها لطومات حيث هما مكيحتاجوا جو وقت طويل باش يطيبو و باش يكون طاب في طاب الطعب ديالهم هنا بالنسبة لهذا اللي طومات انا خللتهم بالتوم اليازير والقصبور حبوب و طبيعة الحال شوية ديال الخل والمالح غادي نصفي هاد اللي طومات كيف ما شفتوا معايا غادي نزول اليازير اللي فيهم وما نعودش عليكم هاد طعم اللي مني كتحلوا القرعة ديالكم اللي خللتو را كتلقوا فيها واحد طعم رائع والديد بالنسبة انا كنت درت كيميا كثيرة النصف كنت نحضر به هاد لاصوس اللي كتشوفوا معايا وبالنسبة النصف الاخر كان قدرنا نستعملو في هكا مع الخضار في الاسالات ودكشي اللي غادي ترافقوا بها اي طبق كان توفر عندكم هنا يصفت الكمية كامل هاد ياللي طومات سوريز من ذاك الماء الماء غادي نحتفظ به غادي نحتاجو في وصفاته احد اخره غادي غادي نشاركها معكم في الاخر ديالفيديو بالنسبة الهنا هاد لي طومات من بعد ما صفيتهم وحطيتهم في هاد الإناء كيفما شفتو غادي نطحنهم بهاد الطحانة الكهربائية يمكن لكم تستعملو اي طحانة توفرات عندكم المهم ان هاد طحنهم لكم تحت تولي دي كلاسوس عاخدة كيفما غادي تشوفوا معايا بالنسبة لطومات سوريز اللي شفتو معايا في هاد الفيديو يمكن لكم تستعملو لطومات سوريز يمكن لكم تستعملو لطومات العادي يعني اي طمات تمكن عندكم في المنزل العادية دي الموسم غادي تاخدوها وتخللوها بهاد الطريقة اللي غادي تشوفوا في الفيديو اللي كان عندي في القناة ديالي وكونوا متأكدين انها غادي تنجح معاكم وغادي تعطيكم الواحد طعم اللي متميز في هاد لاصوس بالنسبة لنكهات هو باللي بغيتو يعني كتبقى اختياريا لكم انا كيفما شفتو معايا نكسها باليازير والقصبور والتوم انتوما يمكن لكم تستعملو الزعتار يمكن لكم تستعملو زعيطرا يمكن لكم تستعملو اي نسمة اللي كتعجبكم وتنسمو بها وتخللو بها لطوماتسوريز ديالكم ومن بعد منين كي يطيبو تقدرو انكم تقدمو بهم لصالات ديالكم او لا تاخدو هاد واحد الكيمية تطيبو بها هاد لاصوس اللي كتجي رائعة و لديدة و في نفس الوقت غادي تنفعكم في المنزل ديالكم بزاف ديال وصافات هنا هانتوما كيفما كتشوفو معايا من بعد مما تحتشتو القوام ديالك تجي عاقدة و تقيلة و كيفما شفتوما فيها لما واد حافظة لحتى حاجة انا حاولت انانين باش نزول الزوائد اللي كينين هنا لان كيفما كلكم هاد لما غا نستعملو مثلا بغيت نسلق بها الدنجال بغيت نسلق بها هاد القريعة هاد الماء كنشدو كنديرو في واحد القرعة و كنحطها في تلاجة ديالي و قسم ما بغيت نصيب شي خضيرها هكا بغيت نخللها و لا بغيت نصوطيها كنسلقها شوية في هاد الماء كيعطيها ديك النسمة و في نفس الوقت كنعود نتبلها من بعد و كنجي فيها وحد طعم اللي رائع و الديد هنايا بالنسبة لهاد لاصوس فضلت انا ننحيد لها تنزولي الزريعة ديالها كيف ما كتشوفو يعني غادي نصفيها كي الناس اللي كيستعملوها بالزريعة ديالها ولكن انا صراحة كنفضل انا ننزولها لانكت الزريعة كتعطاع واحد الحموضة و صراحة انا ما كنا نستحملش طعم ديالها في الاصوس المهم انا يا هادية طريقتي كنصفيها من الزريعة كيف ما شفتوا معايا و من بعد غادي تحصلوا على صوس اللي زعمت صراحة متميزة لف الماداق ديالها و في نفس الوقت الطبيعية و استعملتوها و وجدوها بيديكم ما تخافوا منها حتى حاجة ما فيها حتى مواد حافظة و في نفس الوقت غادي تحتفظوا بها واحد المدة طويلة و صيبوا فيها بزاف ديال الوصفات بيتزالة بات يعني اي حاجة بغيت تصايبها في البنزيل ديالك بهاد الاصوس اه كوني متأكدة انا غادي تجيك رائعة و لديدة انا من بعد كنزيد ليها اما مثلا نقدر مندير بها انزيد لها العطرية و نطيبها و نوجد بها حاجة اللي غادي تكون شوية تحتاج الاصوس طيبة نقدر نخليها كيفما هي هكا اه طبيعية و نزيد لها غي شوية زعتر شوية زيت البلدية و شوية الابزار و كان اه و كان نطيب بها للخضايرة ديالي اه ولا ننصو ان هدا نطيب بها الدنجال يعني و كي تجير رائعة و لديدة ما نعاوتش لكم على الطعم ديالها هانتم ما شفتو شكل ديالها كيفاش داير من بعد انش غادي ندير غادي نحتفظ بها في واحد القرعة كيفما شفتو معايا اللي كتكون معاك ما من قبل يعني كتغسلها جيدة و تنطفيها و ديالك و تبعي فيها لاصوس ديالك و باش ما تصوفش ليا كندير واحد طبقة لها بأس بها من الفوق ديال الزيت النباتية او الزيت البلدية اللي توفر عندكم يعني زيت الزيتون او زيت النباتية من الفوق باش ما كتصوفش و باش كتحتفظ لك على لاصوس ديالك بغيت تديرها في المجمد مرحبا بغيت تديرها غيف تلاجة ديالك اني كنتي غا تستعملها استعمال يومي مرحبا يعني الطرق في جوجهم اه امين و ما تخفيها لا تصوف لك لا تخسر لك لحت حاجة و كدو معاك مدة طويلة كيفما غادي تشوفوا معايا انا الصراحة كنستعملها في بزاف ديال الوصافات اه كيفما قلت لكم تقدروا تصيبوا بها بيتزات يعني يلا بغيتوا تطيبوها يعني كزيدوا تطيبوها تبلوها تزيدوا لها شوية ديال الهذا الزعتر اه و في نفس الوقت كتجي فيها واحد طعم هذي هنايا من بعد ضروري انكم تديروا بلاستيك غدائي ولا بلاستيك عادي كيفما شوتوا هنا يكون حائل ما بين الغطاء والقرعة ضروري هذي و خيكون الغطاية ديال القرعة تكون بلاستيكية ضروري تديروا ذاك البلاستيك ليكون حائل باش ما كيخليش منفذ الهواء و ما غاديش تعفن معكم لصوص يعني هذي المعلومة ضروري انكم تستعملوها هنا يكن حيدوك الزوائد ديال البلاستيك خيرتكي يجبني ان اني تكون هكدا مقية بغيتوا تخليوا البلاستيك ماشي مشكل يعني كيبقى الختياري ليكون ولكن ضروري انكم تستعملوه عفوا ضروري انكم تستعملوه و خاتكون الغطاية كيفما تليكون بلاستيكية هكدا باش تكونوا متأكدين انها ما غاديش تعفن معكم لصوص كيفما قلت لكم تحتفظو فيها في الموج الميد ولا في تلاجة ولا في تلاجة ديالكم للاستعمال اليومي كونوا متأكدين انها ما غاديش تستخسر محتى حاجة و كيفما تشتو ديك الطبقة ديال الزيت نباتية اللي انا درت زيت نباتية تفرص معينتكم زيت زيتون ديروها نتمنى ان الوصفات نال اعجابكم انكم تجربوها و اذا جربتوها و نالت اعجابكم خليوا ليالي كومنتار في صندوق خليوا ليالي كومنتار و اي تساؤل و اي استفسار ما كان حتى مشكل تواصلوا معايا و انا نجاوبكم على كل شي بغيتو سوصوا واحد اخرين بطريقة واحد اخرى مرحبا تواصلوا معايا و انا نوجدهم لكم اه بالنسبة للفيديو ديال اه طريقة ديال تخليل الخضر اه و طريقة ديال تخليل ديال الطماطم غا تلقاوه في الاخر ديال هاد الفيديو او لا تلقاوه في القناة ديالي اه وبالنسبة للطماطم غا تلقاوه في وسط الفيديو يعني ما كانش من اللول غا تلقاوه اما في الوسط و اما في الاخر ديال الفيديو نتمنى لكم فرجة ممتعة و نتمنى انكم تستافدوا من هاد الوصفة مبقى ليالا نقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة